أول حاجة نشكره كل ما تساهم في الإنجاز لمن قارب لنباعد أولهم ورئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجاح لأنه سخر كل الإمكانيات اللازمة باش الأسود أو الأولمبيين يكونوا في أحسن الظروف شكراً لأسرام الشرعي لمنسوش أنه هو صاحب زمال بناء هذه الفرقة والبنائهم وهو اللي مشا معهم في نهاية كاس إفريقيا وربح معهم وبتدت أهلنا الأولمبياد شكراً لطاريك سكيتيوي اللي قبل مهمة 3 شهور أو 4 شهور قبل الأولمبياد شكراً جميع اللاعبين اللي حضروا أو اللي ما حضروش في هذه الأولمبياد لسبب أو لآخر كانوا باقين يحضروا في حل الصيباري في حل الشادريات في حل أيمان الوافي كانوا هدو باقين يحضروا لكن الفرق اللي يلوم منعوهم شكراً أي واحد دار الإنجاز ودخل وعطف كل ما في جهدوه في هذه الأولمبياد من حال سمونير إلى آخر لاعب تحيف هدو كاملين ممكنش مخصوهم حقهم وممكنش نقول لهم شكراً لأن هذا إنجاز تاريخي مع مرنا درناه وإن شاء الله تكون هذه هي البداية هذا ضروري كنخصة تكون لحظة شكر لأنه ممكنش تبخص الناس حقهم فيما يخص ما هو تقني في الباركور ديال المنتخب شفنا منتخب ما يخاف من تواحد ما يخاف من تفاريق مع عدة مدارس مختلفة مع الأرجنتين مع أمريكا مع العراق مع أوكرانيا مع إسبانيا مع مصر مدارس مختلفة هدو تاكتيكياً وبقى متشبت بالنهش تاكتيك ديال اللي كيف يفعل هجوم تقتل حامي الكورة طبيعاً تحال كانوا فترات اللي المغرب رجعوا ستقبل فيهم لعب ولكن ما كانش هذيك هي الهوية أو هذيك هي الا التاكتيك اللي كان لعب به المنتخب طيلة الأولمبياد ولكن اضطر أن هذيك فيه فترات معينة من بعض المقابلات مشيكلش بالنسبة لهذا الإنجاز هذا مخصوشي بقهرة خصتنا نستطمروه لأن هذي اللاعبين أغلبية ديالهم عشرين وواحدة عشرين واثنين 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 عشرين عام هما ما نقولوش المستقبل لأنه مستقبل وكيف حال حالة بعيدة ولكن هما الحاضر ديال منتخب المغربي إذا اعتبرنا أن 8 أو 9 اللاعبين يلعبوا مع المنتخب الأول واحد ثلاثة أو أربعة اللاعبين آخرين يجب على رقراقي أن يستدعيهم ولو التجربة والاستقناس مع الفارق الأول هذا المنتخب هذا اللي شفناه في أولمبياد سيكون واحد خمسين تاسبعين في ميه دياله هو المنتخب مؤسس ديال متخب كاسف رقيد الفين وخمسة وعشرين يعني ماشي مكا هندروش على شي حاجة مستقبلية كا هندروش على الحاضر بالنسبة لما هو تقني طريق سكي تيوي كان كيلعب بخطة دياله ربعة جوش ثلاثة واحد أدوار مختلفة ديال اللاعبين الواسط حصرة كبيرة على الخسارة مع إسبانيا كنا نقدروا نديروا ما هو أحسن دوروف المحيطة ديال المقابلة لا داخل ملعب ولا خارج ملعب ولكن كنا نديروا ما أحسن من خسارة أمام المنتخب الإسباني الكل كانت كيتمح للدهبية البرونزيته هي مزيانة ولكن ما خصناش باش ننقصوا واحد الأمة كوروية ما خصناش نقفو في إنجاز ديال باريس ما خصناش نقفو في إنجاز ديال القطر خصناش نكون هذا هو البداية ديالنا باش نديروا ما احنا في مرحلة تراكم تراكم النتائج دابا خصناش نتعود على هاد نتائج هذا فميمكنش في أول إخفاء نقولو نقولوا لا أحقا راح تتأهلنا لالفين نهاي أو لحنا الثلاثين أولمبياد لا صافي الآن وصلنا للنس النهائي ديال المونديال وصلنا للنس النهائي ديال الأولمبياد خصنان تبازوا على هاد جوج نتائج هادو باش نكمله ماشي باش مقونا رجعوا اللور فيما يخص الجانب التقني كان اللعب بربعة كما قلت اربعة جوج ثلاثة واحد خط دفاع كان مكون من حكيمي عزوزي بوكامير والوحيدي تحية كبيرة الوحيدي اللي أول مرة يلاعب في هذا المركز هذا هو في الأصل جنح أيمن وأيصام الشرعي يردو ظاهير أيمن ومن نجاح كيمير يرجع الظاهير الأيصر شوفنا في المقابلات الأولى ما كانش نتجام كبير ما بين عزوزي و بوكامير لأنه نورمال أنهم مع عمرهم لابوا بعضياتهم مع تاوى اللي مقابلات بدو كي يخذوا الأولوبيار أكثر بدو كيتفهموا أكثر بدو كينسجموا أكثر بدو كينسجموا أكثر فوسط ميدان ما عمكنش ما عمكنش ما عمكنش نزمن نفوتوا هالفورصة إلا باش نهضروا على تير غالي اللي كانوا أحسر لاعبين ما شيف منتخب ولكن قاع في الدورة كاملة بلا الخنوس اللي الدور ديالو راه ما متيعرفوش أي واحد دور ديالو راه مهم جدا وشوفناه نهار اللي غاب مع إسبانيا كيف فاشبان المنتخب ناقص خصوصا كان تبديل ديالو أو تعويد ديالو ببساطة هجومي محد اللي هو بن صغير اللي ما معتاش دك ما معوش بشكل كبير بلا الخنوس كين زلزولي كان أخو ما شاهدو خصوصا زلزولي اللي عاد كتش فرصو من جديد من بعد انتيقادات اللي توجهت له من بعد الاداء اللي كان منقص له خصوصا من كاس فريقيا اللي هنا ما نسوش أنه فعطلة ديالو وكان مع مدرب خاص كان مع تقم خاص باش يكون في الفورمة و الحمد لله مع توري المقابلات قدر يدخل في أجواء المنافسة قدر يبين رأسوه تبدي رأسوه بأنه يستحقات فرصة وكي ترقب شكل جيد أو تاني أبوب العودة المنتقب الأول أخو ما شاهد رأسوه من بين أحسن مواهب اللي كان يندابه يكفي أنه خريج مدرسة لمصية ديال البرصة سوفيان راحيمي سوفيان راحيمي مع هداف الدورة وهداف المغرب في الأولمبياد وصراحه ما شميت فاجأة راحيمي مع هداف راحيمي ميرى ها يمكنني أقلوا أنه يضعنا فرحيمي فات تلتسين أربع سنة الأخيرة كم إمكاننا نستفدو منه وكم إمكاننا نستفدو من المهارات خصوصا من الخبت ديالو مع أفريقه كنحتاج هدا شوية ديال الخبت كنخصنا نستفدو منه نقطة استفعام كبيرة على لعاب البطولة من غير أكرب من القاش ما كان تشي واحد فيما لعبي الوداد لعبي الراجع من غير موهوب اللي كان يدخل ما كيدير تشيئ إلافة تذكر لعبين ديال الجيش ملكي لعبين ديال البركان نقطة استفهام كبيرة هذه تحسب على المدربين وعلى الأندية لأنهم ما كي أمنوش بلاعبين الشباب ما كي أمنوش بلاعبي الخبرة المدرب خصوغي اللاعب واجد ما عندوش اتيمم أنه يطور لعب ناشئ فيما نشوفه مثلا الخنوس 20 عام لعب كاس العالم لعب كاس إفريقيا لعب الأولمبياد زلزولي كذلك أغلبين لعبين الحاليين كي لعبوا في فرقيهم عندهم 21 عام 19 عام ما يمكنش في البطولة ديالنحنا لعب 23 و 24 عام ما زال يحسب لعب واعد 23 و 24 عام رأس صفيرة في أوج لعطاء ديالوخص يكون نقطة تفهم كبيرة على على لاعبي البطولة خصوصا لاعبي الفرق الكبرى لأنه إذا جينا نشوفه التامة وهوب خيرج مدرسات الفتح ترغالين ديال ديال أكاديمية محمد السادس ما كينتش واحد ديال الويدد ما كينتش واحد ديال الرجاء ما كينتش واحد ديال لفار لفار يالله جاب تأكرا من القاشة أخران ما تحسبش لها تا بركان ما تحسبش لها مانين المحمدي دونك تكوين فينوا تكوين ديال لعب البطولة فينوا فرقي الكبر لصيفتون اللي كينتجوننا لعبين لستودوا منهم في منتخبات وطنية وخواه وعن نهنأ التقام التقني وعيضا نهنأ هو اليدرق داقي اللي كان متبع زما عن كتب الاجتماعات واللاعبين ديالو ثلاثة رحيمي وحكيمي ومونير كانت زما بيعازمينه وكانت تبعه ولكن كنتمنى في قادمة زمن القادمة الأوقات انه يكون فصل الاختصاصات ممكنش مدرب الفريق الأولى لا رأسنا وعنيننا صاحب إنجزة لا رأسنا وعنيننا ولكن طريق سكيتيبي راح كامل يكن أعرفوه راح اللاعب كبير قبل ما يكون مدرب وراح عنده سلسلة تجارب وعنده هذا من الأفضل احترامه من الأفضل احترام تخصصه من الأفضل أيضا احترام الجمهور المغربي لأنه إذا كان وليد رقراقي مشرف عام إذا كان وليد مشرف عام فينه هي زمن البيان جميع الملكية المغربية نحن معرفين حتى تتقلنا بمشرف عام فينه هو المدير التقنيه البلجيكي يجب أن يكون لماذا دابة كاين لماذا تتخلص أسئلة كثيرة خصوصا ولكن خصوصا خصوصا فرق اختصاصات ما بين مدرب المنتخب الأول وباقي مدرب المنتخبات السينية آه يقدر يكون معهم آه زمن الموتيفاسيون والتشجيع ولكن فوحد الحدود فوحد الحدماعيين لا يزيد اختصار لماذا؟ لأنه لا يتحرك أمام موقع شبهة يبقى في واحد المستوى لأننا شاهدنا مثلا لا ديلا فوينتي لا اسكالوني لا ديشون لا حساب حسن لا أي واحد في المنتخبات ما كانت شيء واحد منها فما يمكن أن هدو كاملين يكونوا معارفين شونا بواحدنا اللي عارفين حنا بواحدنا اللي عادنا الكورة دينا كل مدرب يتحمل مسؤوليته كل مدرب عنده واحد البرمتر الاختصاص ديالله اللي خصويت تحتارم ومع ذلك شكرا الواليد شكرا التقم ديالله كم إمكانه يكون دبا الآن فاطلا وفضل أنه يمشي ويفشع المنتخب شكرا له ونتمنى الأخطاء ما يتكررش قديما قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب